دعونا نقرأ بداية البيان الذي صدرها من ترايل وترايل هذه سمى ترايل انترناشنال وهي منظمة حقوقية سويسرية أسست في 2002 في جونيف من طرف مجموعة من القانونيين ومن الضحايا والتي تريد أن تلعب دور كما هنا مكتوب أنا نترجم لكم مباشرة من الإنجليزية إلى العربية الآن وهي تلعب دور في محاربة الجرائم ضد اللاعقاء ويقولون أن في جونيف يوجد المقر الرئيسي للمنظمة كما لديها عدد من المسيرين الرئيسيين ولديها أيضاً إدارة خارجية العلاقات وإدارة مركزية إضافة إلى مجموعة من موظفين قانونيين هذا تعريف سريع للمنظمة وإذا كان المساعد يسمعني يضع لها رابط ونحن نتحدث وعموماً لو كتبتم Trial بمعنى T-R-E-A-L الفرنسوية T-R-E-A-L بالإنجليزية T-R-I-A-L فتكتبوا أمامها International أو International أو تكتبوا قدامها السويس تخرج لكم هذه المنظمة مهم جداً خاصة لمن ربما لديه موضوع في هذا الاتجاح أصدرت المنظمة ولدي البيانين بالعربية والفرنسوية خلنا نروح للعربية حتى لن نلجأ للترجمة أيضاً ونظمة Trial بيان صحفي جينيف 8 فبراير 2022 جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الطريق مفتوح الآن أمام محاكمة الجنرال خالد نزار الرجل الأول سابقاً في النظام الجزائري في سويسرا جينيف 8 فبراير 2022 إن خطوة عملاقة في مكافحة الإفلات من العقاب عقدت النيابة العامة للكونفيدرالية السويسرية جلسة الاستماع الأخيرة لخالد نزار ويخلص ملف النيابة العامة أنه تم ارتكاب العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أثناء قيادة السيد نزار للتقم العسكرية وشغله منصب وزير للدفاع في بداية الحرب الأهلية الجزائرية وبعد أكثر من عشر سنوات من التحقيق والعديد من التقلبات والمنعطفات القانونية تفتح نهاية الإجراء الطريق أمام إحالة سيد نزار القادمة للمحكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية بخصوص وقاع خطيرة للغاية تشكل تواطعاً في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإعدام خارج نطق القضاء والتعذيب والاختفاء القصري ويضعي في البيان بيان منظمة ترايال التي واجهت ولما يزيد عن عشر سنوات بدعم بعض إخواننا سنذكر فيما بعد من الذين كانوا وراء هذه القضية أيضاً واجهت لوبيات هائلة داخل العصابة عندنا وداخل السويسرا وحتى في بعض الدول الأخرى لكي لا يمثل خالد نزار أمام القضاء السويسري لعنده اختصاص يسمى الاختصاص العالمي في النظر في القضايا التي تكون فيها قضايا التعذيب وقضايا الاختفاء القصري أي جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب تضيف المنظمة في بيانها بعد إجراء جلسة الاستماع الأخيرة للسيد نزار في بيرن لمدة ثلاثة أيام بين 2 و 4 فبرايل هذا اللي فاته توشك النيابة العامة للكونفيدرالية السويسرية على الانتهاء من تحقيقها وتسمح هذه الخطوة الحاسمة الآن بحالة سيد نزار للمحاكمة أمام المحاكم السويسرية وتتهم النيابة العامة بالفعل خلد نزار بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب متعددة القتل والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والاعتقالات غير القانونية وكذلك الاغتيالات في سياق هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين ما بين يناير 92 ويناير 94 لماذا يتحدثون عن يناير 92 ويناير 94 حتى أضعكم في الصورة هو لأنه خالد نزار قام بالانقيلة في 11 يناير 92 وأولينا عن تأسيس المجلس على للدولة الذي ترأسه وبوضية في 16 يناير 92 وانتهى هذا المجلس في 31 يناير 94 خالد نزار كان وزيرا للدفاع بداية من 1790 إلى جوي 1893 وخاصة بعد محاولة اغتيال أصيب فيها بجروح في أفريل 93 انسحب بعدها بشهرين وكان قد أصيب بمجموعة أمراض ولكنه بقي من الخلف وبقي أيضا عضو في المجلس الأعلى للدولة إلى غاية حلو في 31 يناير 94 بعد أن تم تعيين الجنرال زروال اليمين زروال رئيسا للدولة يوم 1 فبراير 1994 قبل أن يعين فيما بعد كما سموها رئيسا للجمهورية في 16 نوفمبر 95 عندما كان الرجل القوي في المجلس على الدولة وتولى منصب وزير دفاع ومن المنتظر قريبا إصدار قرار رسمي من النيابة العامة للكونفيدراليا السويسرية بحالة الشخص المعني إلى المحاكمة بحالة شخص المعني للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية شكوى مقدمة من طرف منظمة رايل الدولية كانت في عام 2011 منظمة رايل الدولية هي من وراء هذا الإجراء حيث قدمت شكوى جنائية ضد السيد نزار في أكتوبر 2011 أثناء إقامته في جناث وقالت جوليا سولدان رئيسة برنامج الإجراءات والتحقيقات الدولية في المنظمة نرحب بكون هذا التحقيق الطويل على وشك الانتهاء مما يمهي الطريق لتحقيق العدالة لعدد لا يحصى من ضحايا الحرب الأهلية الجزائرية أنا شخصيا لا أسميها ولا أحب التسمية الحرب الأهلية لكن أنا أقرأ من وثيقة رسمية لهذه المنظمة فأنا أقرأ ما جاء في الوثيقة أنا أعتبرها أنها كانت حرب الجنرالات ضد الجزائرية هذه هي الحقيقة وإن كانت دخلت عليها بعض الأشياء الأخرى لها نقاشها في وقتها المناسب إن حالة سيد نزار إلى المحاكمة سيشكل سابقة تاريخيا ستكون هذه هي المرة الأولى ستكون هذه هي المرة الأولى في العالم التي يحاسب فيها شخص بهذه الرتبة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة وطنية عادية ستكون هذه هي المرة الأولى في العالم التي يحاسب فيها شخص بهذه الرتبة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة وطنية عادية لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنه أمام المحكمة الجنائية الدولية صرات محاكمة لكن لم تحدث برتبة وزير دفاع لم يحدث أن تمت محاكمة أي شخص أمام محكمة وطنية عادية ومع ذلك ترك السيد نزار حرا في نهاية الجلسة الاستماع الأخيرة ويساور المنظمة القلق من عدم صدور أمر باحتجاج الرجل القوي السابق للجزائر ويبدو أن مخاطر الفرار والتواطع والضغط على الشهود والضحايا كبيرة هنا تقول لنا المنظمة من أنه بعد الاستماع إليه يوم 2-3 و4 فبراير وبعد أن وجهت له تهمة المشاركة أو التواطر في جرائم حرب وفي جرائم ضد الإنسانية وهذه التوصيفين كنقولوا جرائم حرب لكريم دو غير ولا لكريم كونتر الإيمانيت بالفرنسية أموما هذه التهمة عندما توجه كان المفروض كان المفروض أن يعتقل ولذلك انزعجت المنظمة الشاكية وهي التي قامت بكل هذه الأعمال انزعجت بشدة من أنه لم يتم اعتقاله سنرى فيما بعد وننظر لماذا لم يتم اعتقاله بالرغم من أن التهم التي وجهت إليه تهم خطيرة جدا التسمية بالانجليزية هي Crime Against Humanity يعني فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية إشارة قوية من العدلة السويسرية بخصوص مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية ستكون محاكمة خالد نزار في سويسرا هي الثانية فقط أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية بموجب الولاية القضائية العالمية على الجرائم الدولية ففي يونيو 2021 حكمت هذه المحكمة على أحد أمراء الحرب الليبيراليين بالسجن لمدة 20 عام بتهمة ارتكاب جرائم حرب قد يقول قائل أنكم قبل قليل قلتم أنها ستكون أو قالت المنظمة أنها ستكون للمرة الأولى التي يحاسب فيها شخص أمام محكمة وطنية عادية نعم ستكون للمرة الأولى لأن هذا الذي حسب وهو من ليبيريا أمراء الحرب في ليبيريا دولة ليبيريا في غرب إفريقيا لم يكن يحمل رتبة وزير إنما كان أحد الضباط ليسمعه بأمراء الحرب إما هذه المرة يحمل وزير وليس وزير عادي إنما وزير دفاع زائد أنه كان يعتبر من رؤساء الدولة لأنهم كانوا خمسة كانوا خمسة أعضاء فيما يسمى بالمجلس العالي للدولة اللي كان هو يرأس الدولة ما بين 92 و94 بعد انقلاب 11 يناير 92 وهذا يفسر لأنها أول مرة أي الرتبة والمستوى لخالد نزار بالنسبة لفيليب جرانت المدير التنفيذي لمنظم ترايل لقد حان الوقت لمحاكمة خالد نزار تتمتع المحكمة الجينيائية الفيدرالية بفرصة فريدة لإرسال رسالة قوية إلى الطغات في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن البلد وبغض النظر عن الوقت الذي انقضى منذ ارتكاب الجرائم يجب أن يشعر المسؤولون عن الفضايع بمن فيهم رؤساء الدول السابقون بالقلق ستكون العدالة العالمية قادرة على اللحاق بهم وترحب المنظمة التي كافحت على مدار 20 عاما إلى جانب ضحايا الإفلات من العقاب على الجرائم الأكثر خطورة بحقيقة أن عددا متزايدا من الدول تأخذ التزاماتها بمرجب القانون الدولي على محمل الجد وتبدأ في تحقيق العدالة على الفضايع المرتكبة في سوريا ورواندا والبلقان وليبيريا والجزائر الآن وأماكن أخرى في بداية العشرية السوداء في الجزائر التي خلفت 200 ألف قتيل أو مفقود من عام 92 إلى عام 2000 كان خالد نظار قائدا للجيش بحكم وظيفته كوزير للدفاع والرجل الأول بحكم الأمر الواقع في المجلس العسكري على رأس القوات التي ارتكبت عددا لا يحصى من الفضايع وانتشرت لانتهاكات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية على نطاق واسع واستخدم التعذيب المنهجي وكان حتى يومنا هذا الإفلات من العقاب على هذه الوقايع إفلاتا تاما فحسب جوليا سولدان لم تتمكن متابعة أي شخص في الجزائر نهيك عن محاكمته على هذه الجرائم هذه الفرصة الأخيرة لتقديم الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية الجزائرية إلى العدالة إن الإجراء القانوني الطويل ضد السيد نزار والذي استمر لفترة أطول من الحرب الأهلية الجزائرية نفسها أكثر من 11 عام كان ممكنا بفضل شجاعة الضحايا ووجود منظمة رايال والمحامين الملتزمين إلى جانبهم وبالنسبة للمنظمة والضحايا من باب أولى لم يكن من الممكن ترك هذه الجرائم الجسيمة التي ارتكبها النظام الجزائري في ذلك الوقت تمر دون عقاب بالنسبة للأستاذ أورلان فارسانو أحد محامي الضحايا موكلي الذين عانوا موكلي الذين عانوا من تعذيب لا يمكن تصوره تصوره يناضلون منذ 30 عام من أجل الحصول على العدالة هذا الخبر اعتراف بمعاناتهم والتي طال انتظارها إن تسليط الضوء على مسؤوليات مسؤوليات ومحاكمة الشخص الرئيس المسؤول عن الفضايع التي ارتكبت خلال السنوات الأولى من النزاع الجزائري من شأنه أن يسمح لضحايا التعذيب والاختفال القصري والعنف الجنسي والعنف الجنسي وجميع أشكال العنف الأخرى المرتكبة للحصول على الاعتراف واتخاذ خطوة نحو إعادة بناء أنفسهم ثم تقوم المنظمة بإعطاء الجدول الزمني للقضية 19 أكتوبر 2011 أنباع عن وجود خلد نزار على الأراضي السويسرية قدمت منظمة رايال شكوى جنائية إلى النيابة العامة للكنفيدرالية السويسرية التي فتحت تحقيق في جرائم الحرب 20 أكتوبر 2011 تقل خلد نزار واستمعت إليه النيابة العامة حتى 21 أكتوبر قبل إطلاق صراحه على وعد بالمثول لبقية الإجراءات يناير 2012 استأنف خلد نزار الدعوة المرفوعة ضده بحجة أن منصبه كوزير للدفاع في ذلك الوقت كان يحميه من الإجراءات الجنائية المحتملة في سويسرا 31 يوليو 2012 أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية حكما تاريخيا برفض استئناف سيد نزار معتبرة أنه لا يجوز التذرع بالحصانة عن الجرائم الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية 2011 إلى 2016 خمسة ضحايا تقدموا بشكوى وتم الاستماع إلى أكثر من عشرة في سياق الإجراء ربع يناير 2017 أغلقت النيابة العامة شوفوا هذا الموضوع مهم جدا ذاكا نحن نرجع له أغلقت النيابة العامة القضية على أساس عدم وجود نزاع مسلح في الجزائر في أوائل التسعينات 16 يناير 2017 قدم المدعون استئنافا لدى المحكمة الجنائية الفيدرالية ضد أمر غلق الملف 6 يونيو 2018 أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية قرارها بإلغاء تقديم الشكوى من قبل النيابة العامة القضية التي يجب عليها بالتالي استئناف التحقيق فيها واعترفت المحكمة الجنائية الفيدرالية على وجه الخصوص بوجود نزاع مسلح خلال فترة المعنية في الجزائر وتورط السيد نزار في العديد من الجرائم 4 فبراير 2022 بعد الاستماع إلى خالد نزار لمدة ثلاثة أيام أبلغت النيابة العامة القضية بأنها تنوي أبلغت الأطراف بأنها تنوي إحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية انتهى بيان منظمة ترايو معركة قضائية حقيقية كما استمعتم هذا ملخص فقط دامت 11 سنة وأربعة أشهر منذ 19 أكتوبر 2011 إلى قاية الأسبوع هذا التي انتهت بتوجيه الاتهان في ربعة فبراير ولكنهم المحكمة أو الطرف المعني في سويسرا في الادعاء أمر المحامين محامية الضحايا وربما حتى محامي هذا المجرم بأن لا يتحدثوا في الموضوع إلى غاية اليوم 8 فبراير 2022 بعد الساعة 12 ترو أمبارغو كما يسمى القانون سمحوني أنا ما زلت عندي نوع من الكولت فرق مش في الريح قبل أن نذهب في ماذا يعني هذا بالنسبة لنا كجزائريين وعموما للضحايا الذين يعانون من جرائم حرب جرائم الإنسانية اغتيال اختطاف اقتصاب تعذيب قتل خارج القانون قبل أن نذهب إلى كل هذا وما يعني هذا القرار لأن هذا القرار لا يعني الجزائر فقط سيعني الجزائر ولكن سيعني العالم أجمع لأنه هذا ما يعرف بالبريسيدون تقريبا لأنها سابقة خاصة في الملف الجزائري والسابقة أنه كما ذكرت المنظمة في العالم أجمع أن يحاسب برتبة وزير دفاع أمام محكمة وطنية وليس أمام محكمة دولية مهم جدا هذه رسالة مرعبة للطغاة خاصة أصحاب المراتب العليا من وزير فما فوق قرار اليوم خطير وللغاية ليس فقط على المستوى الجزائري وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي قبل أن نذهب مرة أخرى دعونا لأنه يكون جيدا أيضا أن نعود قليلا إلى لماذا وصلوا إلى هذا الوضع يعني لماذا وصلنا إلى هذا الوضع لماذا ربعت هذه القضايا وقبل ذلك حتى وحتى نضع الصورة للناس طبعا كثير من الجزائرين يعرفون من هو المجرم خالد نزار ولكن ليس كل الناس يعرفون من هو خالد نزار خلونا نعطو سيفي كما يقال قصير جدا لمن هو خالد نزار لمن لا يعرفه خالد نزار من موليد مدينة تسمى مدينة سريانة في ولاية باتنع وهي قلب بلاد شاوية وكي نقول قلب بلاد شاوية نقول قلب الثورة الجزائرية ولد في ديسمبر 1937 وفي الذين ولدوا في ذلك التاريخ في الغالب في هذه المنطقة خاصة الذين ولدوا في الثلاثينات في الجزائر من القرى الماضي خاصة في مناطق هذه مثل مناطق الشاوية مناطق الشرق الجزائري كانوا التحقوا بثورة 54 فيه الالتحق في 54 فيه الالتحق في 55 فيه الالتحق في 56 لكن الأغلبية العظمى التحقوا بثورة تحري بعضهم التحقوا بالاستعمار الفرنسي قلة من بين هؤلاء خالد نزار ففي عام 1956 عندما كان عمره 19 سنة في حين أن أغلبية أبناء سريانا وأبناء باتنو وأبناء سخهراس كانوا يلتحقون بالجبال بجبال البلاد لتحرير البلاد من الاستعمار الإجرامي اللي دام أكثر من يومها أكثر من 125 سنة التحق هو بمدرسة عسكرية فرنسية وتكون في بضعة أشهر ليصبح هو يقول سليتنا لكن كان الناس كثير يقول أنه كان صف ظابت سواء كان صف ظابت خرج صف ظابت سيرجون أو سيرجون شيف والأسوليتنا المهم أنه خرج لكي يقاتل جزائري وتخرج على الأرجح في 57 وظل يقاتل مع الاستعمار الفرنسي حتى نهاية 59 بعض الناس قالوا ربما التحق في منتصف 59 سواء منتصف 59 أو نهاية 59 يعني التحق بالثورة الجزائرية لما جاء ديجول ولما كان معروف بشكل عام أن الجزائر ستتحصل على نوع من الاستقلال كان يتحدث على الألجيري الجريان وعلى نوع من الاستقلال سواء استقلال ذاتي أو استقلال ذاتي موسع أو استقلال كامل ولكن بوجود الألبي نوار والأوروبيين والجزائريين لآخره كان ديجول يعرف بأن الاحتفاظ بالجزائر لم يعد ممكنا رغم التضحيات والمصاريف اللي قدمتها الدولة الاستعمارية فقد مات لها عشرات الألاف من الجنود والضباط والمعمرين وغيرهم وأيضا صرفت آنذاك عشرات المليارات من الفرنكات الفرنسية لإبقاء الحفاظ على الجزائر كانت تاج المستعمرات وكانت بالنسبة إليها خسران الجزائر هو خسران إفريقيا أو تكاد لكن عندما جاء ديجول بعد المحاولة الانقلابية اللي قاموا بها جنرالات في ماي 58 في الجزائر عندما جاء ديجول كان واضح وانهارت الجمهورية الرابعة فهم بأنه غير ممكن الاحتفاظ بالجزائر وكان مقولته الشهيرة جوزي كومبري المهم في ذلك الوقت كان عرض على بعض الجزائري أن يلتحقوا بالثورة خاصة لما كان بير ميسمير وضباطه وبعض الجنرالات قالوا لهم من الأفضل أن تكونوا أنتم عيوننا داخل الثورة ولذلك يعتقد المؤرخون والمراقبون للأوضاع وأنا واحد منهم لستمؤرخ ولكن متابع ومراقب ربما لحداث الثورة الجزائرية لأنني مهتم بها جدا أن الذين التحقوا بالثورة الجزائرية قبل 58 قبل وصول ديغول من الجزائرين الذين كانوا في الجيش الفرنسي بشكل أو بآخر بتسمية أو بأخرى كانوا في الغالب صادقين في التحقهم بالثورة والذين التحقوا بعد وصول ديغول كانوا في الغالب غير صادقين بالتحقهم بالثورة الجزائرية إنما أمروا لكي يخترقوا الثورة الجزائرية أقول هذا في الغالب كان دائما استثناءات من هنا وهناك إذن يلتحق قال نظار في نهاية ساعة خمسين بالثورة في تونس ويبقى في تونس فيما يعرف فيما بعد بجيش الحدود في 62 يسطو جيش الحدود بقيادة العقيد هواري بومديان آنذاك قائد الأركان على السلطة في صعيفة 62 ويحدث حتى قتال بين جيش الحدود وجيش التحرير في الداخل يعترف نظار في مذكراته كنت قرأت له قبل 15 سنة قرأت له مرتين كتابين طبعا كتبت له لكن المهم فيها بعض الحقائق أنه كان يرأس كتيبة كتيبة الدبابات وأنه اشتبك مع جيش التحرير في الداخل وأنه كما يقول للأسف قتلنا منهم وقتلوا منا أي أن جيش الحدود دخل ليقتل ويستولي السلطة على السلطة بالقوة وبالفعل استولي على السلطة في نهاية جويليا بداية أوت 62 على السلطة وحدث الذي حدث قبل سنوات أصدروا قرار قالوا أنه مات على الأقل ألفين في تلك المعركة واعتبروهم شهداء ومجاهدين أو مجاهدين من الذين جريهم متى حدث هذا؟ حدث أعتقد في 2008 أو باش يعطوا بعض الحقوق لأهليهم لأنهم كانوا معترفين بهم هتخيلوا أن جيش الحدود يقتل من جيش التحرير في الداخل وأمرهم لأعترفوا بهم إلا في سنة 2008 وأعطاهم لأسرهم أو أهليهم ربما هذه البونسيون أو بعض الاعتراف على الأقل يبقى طبعا خلد نزار مثله مثل كل الكابرانات والسراجن أو صف الضباط أو الضباط التي تحقق بثورة الجزائرية كانت هناك معركة حدثت في 64-64 وهذه المعركة كانت ما بين بومديان ومجموعة من كبار الثوار وعلى رأس هؤلاء محمد طار شعباني هؤلاء الثوار وعلى رأس محمد طار شعباني رفضوا أن تعطى مناصب حساسة للذين كانوا في الجيش الفرنسي في الدولة الجزائرية قالوا نعطوهم مناصب لكن ليست حساسة أعطوهم مناصب للتدريب أعطوهم مناصب للتدريس لكن هؤلاء يروا أنه فيهم شكوك هؤلاء يروا أنه قلوبهم فرنسية حتى وإن كانت وجوههم جزائرية ببداية لم يرى ذلك ووصل به الأمر إلى أن اتهم محمد طار شعباني بأنه يريد الانفصال والمساس بالجيش تسمعوا قضية المساس بالجيش كانت رأي عنده 60 سنة هذا القصة معنويات الجيش إلى آخره وأعدمها ذات 3 سبتمبر 1964 تمر الأيام حتى نمر بسرعة تمر الأيام وفي 84 يقرر الشادلي بن جديد إعطاء رتبة عميد ولواء لبعض الضباط الجزائريين أول واحد اللي يعطاه أعطيها هذه الرتبة كان بن لصيف مصطفى بن لصيف ستتم الإطاحة فيه فيما بعد ولكن أيضا من بين اللي أخذوا هذا المنصب العربي بالخير خالد نزار وعداد من الذين كانوا في الجيش الفرنسي خالد نزار إذن في هذا الوقت 84 رهو عميد جنرال بعد في أحداث 5 أكتوبر 88 يكلف الشادلي بن جديد أحد الجنرالات برئاسة حالة الحصار أعلنوا حالة الحصار لطاة السياج لقمع ثورة 5 أكتوبر 88 ويتولى خالد نزار نيابة القيادة نائب القائد والحقيقة كان هو القائد الفعلي لأن الجنرال الذي عين نسيت أسمه وقاله كان أسمه شي شيء دعني مذكر زين العابدين حاجة هاك لكن المهم كان إنسان شبه أمي فما لم يكن يعرف كيف تدور الأمور فخالد نزار كان هو القائد الفعلي لحصار للجزائر في ما بين 5 أكتوبر و 12 أكتوبر أو 13 أكتوبر فترة الحصار وتسدد البنادق والقنابل ضد الشباب الجزائري الثائر ويقتل المئات ويعتقل الألاف ويعذب الألاف لما سئل خالد نزار فيما بعد لماذا أطلقت من رصاص الحي على الشباب المنطفر من أجل أنا ذاك كان ثاني المشكلة مشكلة الندرة وطماطم مكانش والزيت الزيت هذا قصة طويلة راي مش قصة جديدة كانت أنا ذاك أيضا مشاكل للمونو بري يسموهم للمونو بري ويسموهم الأسواق الفلاح ويسموهم هذه كانت مراكز تعد دولة لتجارة فكان فيها عبث كبير جدا ودايما لاشين ودايما الندرة والمرازم وحياة سيئة وترانسبور ما يمشيش يعني ما تشبهش لهذا الوضع هذا الوضع أسوأ منها ألف مرة اللي رأنا فيه لكن كانت الأوضاع سيئة جدا ولما كانت الأوضاع سيئة جدا تفضى الناس فالمهم تم قتل المئات فيما بعدهما قالوا 160 أو 170 الحقيقة أنا كنت يوم هنأدي في الخدمة العسكرية وفي نصف مستشفيات العاصمة فقط أنا شخصيا كنت من الذين كلفوا بإحصاء الخسائر وأعرف أنه في نصف مستشفيات العاصمة اللي زرتها فقط كانوا أكثر من 160 لأنني متذكر في نصف مستشفيات العاصمة فقط أكثر من 160 هذه شهادتي أنا يوم ها كنت نأدي في الخدمة العسكرية في تلك الفترة أيضا تم تعذيب شديد بما فيها الاقتصاب للرجال والنساء وبعض الناس خطفوا ولم يظهروا لهم أخبر لحد الآن عشرات اختفوا لم يظهر لهم أي خبر بل كالتاريخ ماذا يحدث فيما بعد بعد أن توقفت الأحداث طبعا فرض الشعب الجزائري على الشادل بن جديد وعلى القيادة التي كانت كما يسمى القيادة السياسية في البلاد على الانفتاح ما عرفها بانفتاح بعد 5 أكتوبر ودستور فبراير 89 إلى آخره لكن قام عفوا قام الشادل بن جديد وتحت ضغط من كبار المسؤولين عسكريين ومدنيين بإصدار عفو عام في ديسمبر 88 يعني كان المفروض يتابع الناس ليرتكبوا جرائم ومرة القتل خاصة تعذيب فدار لهم عفو عام ومش فقط عفو عام ورقيوا بعض الجنرالات بما فيهم نزار أعتقد أنه رقية مباشرة بعد 5 أكتوبر أعتقد رقية في نوفمبر 88 إلى رتبة جنرال وفي حكومة حمروش إذا كانت ذكرتي جيدة اللي بدأت في سبتمبر 1989 عين وزير الدفاع إما في 89 أو بعدها بسنة المهم عين لوزير الدفاع في 89 أو 90 وتكون الأحداث اللي شاهدناها اللي ربما نرجعو لها مرة أخرى إذا أردتم ورقم بكثير منكم خاصة الناس اللي متجاوزين 50 سنة يعرفوا هذه الأحداث وعاشوها أو 45 سنة عاشوها عن خرم ثم تأتي الانتخابات والبلدية يفوس فيها الفيس انتخابات تشريعية ثم يقرر الجنرالات وعلى رأس مخال بن الزار القيام القيام بانقلاب عسكري 11 يناير 92 وتبدأ تلك المرحلة يأتب بضياف ثم يبدأ الاعتقالات وضع الناس في الصحراء تبدأ بعض اغتيالات هنا وهناك اختطافات هنا وهناك ثم يقتال بضياف كما تعرفون وتستمر يكون في هذا الوقت نزار دائما وزيرا للدفاع وأوضو المجلس الأعلى للدولة طبعا كان هو الحاكم الفعلي كان هو الرئيس الفعلي خاصة بعد اغتيال بضياف يعني اللي بقاوا كانوا لا يمثلون شيء أمامه الوحيد اللي كان ربما يوقف له أحيانا أو يعترض عليه هو بضياف لكن بضياف تم اغتياله كما تعرفون والظروف التي تعرفونها في أفريل إذا كان ذكرتي جيدة 93 في جنبي 93 يروح عند خادم الحرامين كما يسموه الملك فهد ويستقبله ويقول له ما قلته الشهيرة العصى 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 هؤلاء ليسوا بمسلمين ويأتي خالد نزار محملا بملايير الدولارات بالرغم من السعودية أنا ذاك كانت خارجة من حرب الخليج الثانية وكانت بالنسبة إليها في حالة تقريبا إفلاس مع ذلك عطاوله 3 ملايير دولار لأن خايل الحرامين بدل خادم الحرامين وصاه بالعصى العصى العصى لمن المعترضين عليهم سواء تتفق معه وتختلف معهم يعني قال له هؤلاء ليسوا بمسلمين كفرهم هذا الكلام بالمناسبة موجود في مذكرة خالد نزار شخصيا ليس صحافة أو قيل وقال لكن في مارس أو أفريل 93 تحدث له محاولة اغتيال في بنعكنون تتفجر قنابل في السيارة نتاو السيارة نتاو كانت مدرعة يصاب بجروح ويقتل ثلاثة أو أربعة أشخاص اللي كانوا معاه ربما من الحراس ويجرح العشرات وينجو خالد نزار من الاغتيال ما نقام بالاغتيال مناش عارفين هل كانت الجماعات الإسلامية التي تقاتلهم أم كانت الجماعات المخترقة أم كانوا صحابه اللي مختلف معاهم من لا ندري لا ندري هذه من بين الأمور اللي ربما سيكشف التاريخ عندما تقوم دولة مدنية بإذن الله في الجزائر ثم يبتعد خالد نزار رسميا عن السلطة في جوليا 93 ولكنه بقي عضو مجلس العالى للدولة إلى غاية 31 جونفي 94 اليوم هذا القرار يتحدث عن هذه الفترة من يناير 92 إلى يناير 94 كان يوم هوزير الدفاع وعضو مجلس العالى للدولة أو على الأقل عضو مجلس العالى للدولة فقط من جوليا 93 إلى يناير 94 وتأتي هذه التهمة بهذه الطريقة هذا جزء من السيفي تا خالد نزار لكن مشكة ما كانش هذا السيفي فقط كان سيفيات واحدة أخرى نرجع لها أيضا بسرعة قبل أن نعود للقضية قبل حوالي سنة ونصف كتب ابنه سفيان نزار خرج على تويتر وكتب قال أنه يشعر بالألم الشديد وأنه يشعر دائما بالرعب مما شاهده قبل فترة طويلة قبل حوالي 30 سنة وهو أن والده خالد نزار قام بقتل أمه أم سفيان نزار زوجة نزار يعني أمام أولاده خالد نزار عنده ذكري لطفي هو الكبير وسفيان وعنده بنتين ما اهموناش البنتين لأنه ما عندهمش دور في الأحداث لكن اللي عندهم دور هو لطفي والذي راكم سمعته الأخبار في فترة آخيرة في محاولة اغتيال عبود وإلى آخره متورط فيها مباشرة لطفي نزار وسفيان لما خرج سفيان وقال بأنه متألم وأنه اكتب تغريدات جنة جنون خالد نزار اللي كان يوم هارب في إسبانيا بعد أن صدر حكم ضده بعشرين سنة في شهر ماي قايت صالح في 2019 قايت صالح اختنم الفرصة بشيريق اللي كونت ريق الحساباته مع كل أولئك الذين كان بينتهم وبينه وبينهم مشاكل سواء عن حق أو عن باطل يعني يعني لقايت صالح أيضا استخدم الحراك بشيريق الحسابات يعني في خرج خالد نزار وقال أنهم يتلاعبون بابن سفيان وأن ابن سفيان يحركه المتطرفون الإسلاميون وأنه من جهة أخرى أيضا تحرك المخابرات ثم قال أنه هو تحت المهدئات ويأخذ مخذرات تهمه بكل اتهامات وأنه عنده طرابات نفسية وطرابات عقلية وأنه يجب لا نستمع إليه يومها لما اكتب سفيان تغريدات وأنا وصلت إليه وشفتها وطلعت على الحساب كنا بين مصدقين ومش مصدقين قلنا ربما كاش واحد من خصومه سمره سفيان نزار ودار تغريدات لكن عندما خرج خالد نزار في موقعه الإلكتروني بعدها بيومين أو ثلاثة ودار رسالة طويلة عرفنا أنه بالفعل اللي اكتب التغريدات هو سفيان اختفت التغريدات وبعدها قليل سيختفي حتى سفيان لأنه لن يطول الوقت ويعود نزار بعد اغتيال قايد صالح اللي الآن نحن على يقين أنه تم اغتياله يعود نزار في 2020 على ظهر طائرة رئاسية بجواز سفر ديبلوماسي وبالموسيقى العسكرية في بوفاريك استقبلوا استقبال الأبطال وبداية الحال تلغى حكم العشرين سنة اللي كان ضده ضد ابنه شخص ثالث ويصبح ويعود نزار لاعبا رئيسيا من خلف السيطار في وضع المناصب المدنيين والعسكريين إلى آخره وقالوا إلى واحد من الأحرار قال لي لما راحلوا القاضي قال لي هو ما راح حتى مكان يعني هذا يقول لك راهو راح لي محكمة فلانية وحضر قال لي ما راح حتى مكان بعثوا له القاضي كإجراء شكلي راحلوا للفيلة وقالوا في ليس بعيدا عن سيتي مالكي في جهة حيدراء ودالوا باش يوقع قال لي عمروا شتائم وسبوا انتم مرخاص وظنيتوا بلي دخلوني للحبس والاخر القاضي يقول له أنا والله من يا أنا قاضي عسكري بضبط الحال والله من يا أنا من جنرال وأنا فرقة مكلف إلى آخره مسخوا مسخ هم غير باش يديروا واحد لا فورماليتي هكذا ويحابوا يرجعوا الملف على أساس أنه إلى فيدي كما يقولوا يفرغ الموندا اللي كان ضده يعني يعني كان ضده موندا انترنشونا يعني ملاحقة دولية خارجية ويبدو نزار مع توفيق وتعود يعود كبار ضباط اللي كانوا معاهم بعضهم الآن جنرالات حسين بولحيا ناصر الجن جبار مهنة حسان إلى آخر كل كبار المجرمين بتاع تسعينات عاودوا جابوهم وبالعكس اللي كان عقيد ولا عميد واللي كان عميد ولا جنرال مجرور إلى آخره إلى آخره طبعا عادت دولة التوفيق بكل ما تعنيه الكلمة ودولة نزار الآن ماذا يعني نرجعوا للقرار تعلقوا لهمنا كثير بالمناسبة بكي قلت أن سوفيان تهموا بأنه قتلهم هذا أنه نزار اختال قتل بالسلاح وأمام أولاده زوجته معروفة وانتشرت أنا ذاك في تسعين أو واحدة وتسعين لا تذكر جيدا إلى درجة يحكي لي أخونا المحامي الدولي رشيد مسلي قال لي أنهم كانوا في ثانو وتسعين كان هو وعليحي عبد النور ومحمد طهري وكانوا هما في ثلاثة كانوا محامين كانوا يدافعوا أنا ذاك على المعتقلين خاصة على قيادة الفيس فمرة عند قاضي التحقيق وكان يسموه الكابيتان سليماني في ثلاثة لما يدخلوا المحامين في ثلاثة يدردش معهم يضحك معهم يجيبوا المقهاوي إلى آخره وبعد يقولهم يقولهم عبايكم واش كنتوني نقرع يقولوا نو ما على برناش لقوا شاد ملف قال لهم كنت نقرأ في الملف أنت سيدة التي انتحرت برصاصتين ويموت بالضحك يقولوا له كيفا يعني مشنو هذي سيدة انتحرت برصاصتين قال لهم مرت نزار ما سمعتوش بلي انتحرت برصاصتين بمعنى لما حط هي قتلها برصاصتين وطبعا ما فيش واحد ينتحر برصاصتين رصاصة واحدة وخلاص من بعد ما يقدرش يزيد يطلق الرصاص على نفسه خاصة لما يكون الرصاص في الرأس يعني ف خلنا نزار قتلها برصاصتين ولكن تكيف القضية انذا كيفت على انها انتحرت بسلاح زوجها في غيابه الغريف في الامر فقط ان انطلقوا رصاصتين وليس رصاصة واحدة وهي عبارة اخرى ان هذا الكابيتان كان حاب يقول لهم بل هذا فيلم هندي بطبع الحال لانه لا يمكن لهذه المرأة ان تنتحر برصاصتين انما واضح ان هناك من قتلها وانا ذاك كان شيع في الجزائر كلها ان خلد نزار هو الذي قام باغتيال زوجته الان فيما يتعلق بهذا القرار اليوم قبل ما نروحوا للقرار نروحوا لبعض ما حدث في هذا ال 11 سنة كثير من المرات اخواننا يقولوا لي علش ما ترفعوش قضايا على المستوى الدولي على الجنائية الدولية على هم لا يعرفون في الحقيقة احنا لا نستطيع دائما نتحدث عن هذه الاشياء وخاصة اخواننا المعنيين مباشرة من القضية قانونيين سواء مثلا واحد مثل اخونا رشيد مسلي وهو في 30 سنة في هذه المعارك 20 سنة منها في الخارج كمحامي دولي متخصص في قضايا الامم المتحدة وخاصة في الافلات من العقاب وقضايا التعذيب والاغتيال والاختطاف إلى آخره فطبعا ما نستطيعش أن نقول كل شيء للناس على العلن خاصة في القضايا القانونية قضايا القانونية تتطلب دائما كثير من السرية ومرات بمجرد ما تخرج بعض الأشياء ربما يلغى الملف يقول لك يقول لك كين مشكلة لأنها تم تسريب المعلومات ثم أن القضايا القانونية في حد ذاتها مش سهلة لأن القاضي ما هوش كلام من تع خطاب أو كلام سياسي أو كلام إعلامي لازم يروح للأفعال ويدقق فيها ويعرف تفاصيلها ويشوف شهود هذه القضية هذه التخالي النظار هي تدوم الآن منذ أكثر من 11 سنة نعم منذ أكتوبر 2011 أكثر من عشر سنوات يعني عشر سنوات وثلاث أشهر وربع أشهر رهم استمعوا فيها إلى الضحايا وهم أساسا خمس ضحايا وإلى عشرات الشهود والخبراء والقانونيين واجتمعوا إلى عدد هائي من الناس ومع ذلك مع ذلك كما نشوف هنا في حيثيات هذه القضية استطاعت اللوبيات اللوبيات المستفيدة من العلاقات ما بين العصابة للتحكم الجزائر وسويسرا استطعت أن أغلقت النيابة العامة القضية في ربع يناير 2017 أغلقت النيابة العامة القضية على أساس عدم وجود نزاع مسلح في الجزائر في أول تسعينات يعني قاعدوا يشتغلوا من 2011 إلى 2016 وجمعوا الشهادات والضحايا وأشياء كثيرة والخبراء ثم جات تحت ضغط رهيب قامت به اللوبيات معينة قدرت نوري لكم مقطع من هذه اللوبيات ألغت النيابة العامة وقالت ما فيش قضية لم تكن هناك حرب وبالتالي ما فيش جرائم جرائم حرب ولا جرائم ضد الإنسانية قليل نوري لكم واحد المقطع من فيديو اشتهر لكنه اختفى من بعد من الفيسبوك واليوتيوب أصبح الفيسبوك واليوتيوب أين يجد هذا الموضوع أين يجد هذا الموضوع يغلق خلينا نوري لكم هذا المقطع Publicaten في دراسيون دراسينا وعلى أن تحقيق المعرفة ليصلكتشفين مراوكاً للمينة عاماً. هل يمكن أن تحقيق المعرفة الكريم؟ كبيراً، يزيون أن أتعلم الطعاق وليس يجبون أن يجب أن يدعونه بسيارة البنية. لا يمكن أن تحقيق المعرفة لكتشفين المتقابلين وعلى هراء المحسنين يدعون العامة وعلى هل يملكون المخصوصة؟ وقامل المساعدة للغاية والمقاربة والمعرفة المتابعة وخصورة العامة المترجم للقناة لأن يضع رابط لهذا الحساب لنشر هذا الفيديو أن يوضعوا معنا هنا على الصفح وأن يوضعوا أيضا على الفيسبوك هنا هذا الفيديو اللي في خمس دقائق فقط بالضبط خمس دقائق ثمان ثواني هذا الفيديو يشرح دور سفيرة السويسرية ما بين 2014 و 2018 أعتقد اسمها ماريال بيرسي كوهيم كانت سفيرة سويسرا ما بين 2014 و 2018 في الجزائر ولعبت دور رئيسي جدا حسب بعض الشهادات وحسب بعض المتابعين لهذا الملف وخوفت الحكومة السويسرية من أن محاكمة خالد نزار من أن الحكومة الجزائرية أخبرتها وكبار المسؤولين الجزائريين أخبروها بأن محاكمة خالد نزار في سويسرا ستؤدي إلى ضربة شديدة لعلاقات ما بين الجزائر وسويسرا وإذا عرفنا أن الجزائر تصرف تقريبا ما بين مليار ونص إلى مليارين ونص كل سنة حسب السنوات من الدولارات هذا يعتبر مبلغ معتبر صحيح مش مبلغ كبير جدا لكن سويسرا تبيع للجزائر خدمات وسلع ما بين مليار ونص إلى مليارين ونص دولار كل سنة كمعدل هذه مبالغ ضخمة وهناك شركات سويسرية وهناك أعمال إلى آخر فقالت لهم أن هذا سيتضرر ليس هذا فقط قالوا لها بأننا ربما سنحول أيضا أموالنا من سويسرا وبعض الأموال لديرها حتى الحكومة الجزائرية وليس الأفراد وتهديدات أخرى شديدة لماذا قامت هذه السفيرة بهذه التهديدات لأنهم هدوها بذلك والحقيقة أيضا داخل الغرب عموما هناك ناس صحيح يتكلموا على حق الإنسان ولكن لما يكون هناك خلاف ما بين حقوق الإنسان وما بين المصالح مصالح الدولة يختارون مصالح الدولة ويعفسوا على حقوق الإنسان وعلى المبادئ وعلى القيم إلى آخره هذا موجود في الغرب موجود الصنفين موجود حقيقة اللي يدافع على حقوق الإنسان من حيث المبدأ ولا يتراجعون عن ذلك وموجود أولئك الذين يستخدمون حقوق الإنسان كآدات للضغط وبمجرد أن تتعارض مع مصالح اقتصادية يعفسوا عليها إذن هذه اللوبيات دعونا نشوفوا بالرغم أني وريتكم فقط ثواني من هذا الفيديو لكن دعونا نشوفوا ثواني منه ثم نروحوا شكون كانت هذه السفيرة مع من كانت عندها علاقات بشكل خاص موسيقى 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 دعونا نرى هذه السفيرة مع من كانت حبابها نرى هنا يحدث يحدث يضحك عليها المهم كانت علاقتها هذه السفيرة مع ناهبي الملعام بما فيهم حدات الشتوك بيلي تتكلم هكذا ومع آخرين ولكن الحقيقة أن الأسئلة التي كانت دائما طرحت هل هذه السفيرة تصرفت فقط وفق مبدأ مصلحة سويسرا كدولة بكي لا تخسر القضايا والتجارة مع الجزائر يعني شركات سويسرية مستفيدة من التجارة مع الجزائر من بيع الخدمات إلى آخره أم أن هناك بعض الناس قالوا أكثر من ذلك قالوا أنها ربما هي نفسها كانت تلقت ربما أشياء تحت الطاوية بغض النظر إذا ما كانت هذه المخاوف أو الشكوك اللي أبدوها متابعين للملف صحيحة أم لا فإنه بكل تأكيد كانت هناك لوبيات بما فيهم هذه السفيرة آنذاك واللي لعبت دور في إغلاق الملف عاد الملف من جديد خلينا نروح الآن عندما تقل أول مرة في أكتوبر في 19 وعشرين أكتوبر 2011 عندما اعتقل خالد نظر قامت القيامة في الجزائر كانت هناك تهديدات من طرف النظام وكان وهو هددهم في الحقيقة هددهم وقال لهم آنذاك بأنه إذا اعتقلت وحكمت لا نروح ربما لا نروح وحدي وأنا كنا مع بعض يقصد الجنرالات اللي قاموا بالإنقلاب أو اللي كانوا تحته حتى في المناسب يعني ولذلك كانت هناك حالة من التوتر الشديد في 2011 لما كان نظار معتقل لمدة يومين تعرفوا أنهم قاموا بي جابولوا دارولوا أربع محامين من بينهم هذا واحد يسموه مارك بونان مارك بونان هذا يدي ألفين فرنك سويسري للساعة الواحدة ألفين فرنك سويسري هي ألفين يورو تقريباً يعني فرنك سويسري واليورو تقريباً كيف كيف مرة الفرنك يكون أغلى مرة اليورو يكون أغلى بخمسة سنتيم أو العكس ألفين فرنك للساعة ألفين أورو ألفين أورو للساعة معناها أربعين مليون للساعة بدراهم الجزائري يعني هذا لما يخدم لو يقول لهم خدمت فقط على قضية نظار فقط يقول خدمت مئة ساعة يدي ربع آلاف مليون سنتيم ربع ملاير سنتيم بدراهم الجزائري طبعاً يدعهم لصابة ما يدعه أجل دينار لم يكن مارك بونان هذا واحده كانوا معه أربع محامين واحدة أخرين ربما ما همش كلهم يدوا ألفين يورو بصح على الأرجح ناقلهم يدي ألف أورو لساعة تخيلوا أربع محامين أو خمس محامين مع بونان بعضهم يدي ألفين يورو لساعة بعضهم يدي ألف وخمسمائة بعضهم يدي ألف تخيلوا أن هذا المال كان يدفع من خزينة الجزائر كان يدفع هذا المال من خزينة الجزائر أبشع من ذلك لما اعتقلوا خالد نزار خلنا نشوفوه وين كان وش من فندق كان فيه وخلنا نشوفه واحد صحفي تعرفوه كان يومها راح للفندق راح للفندق وحقق في الموضوع وقالنا حتى إش حال الفندق كاني عفوا أمان أنا سيكا تيرا اشتركوا في القناة 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 من احد الذين كان وزيرا لحق الإنسان واحد وتسعين ومن الذين خططوا ورتبوا للانقلاب كان من بين الوجه المدني للاقدر داخل الانقلاب هو اللي قناع بوظياف بشي جي وزير رئيس لمجلس على الدولة احمد جبار هذا كان وزير اكثر من مرة الجنرال معيزة ايضا كان مسؤول كبير في الجيش وبالقاسم بخاري وهو الجنرال بلقاسم بخاري اللي كان وكيل الوكيل العسكري في محكمة البوليدا وكيل العسكري لمحكمة البوليدا في التسعينات والان ابنه خلفه كوكيل عسكري برتبة مقدم وفي حديثنا وتسريبات بونويرا تحدثنا على ابنه لأسمه بخاري نسيت الاسم كاملا وكيف كان في الحقيقة بونويرا تلعب به ثم وين بونويرا طلب منه انه يجيب له تليفون لان بخاري الابن هذا كان يريد ان يأتي بالجنرال بلقاسير يدير له مسيادة ويجيبه باش يطلع في الرتق خاصة انه صديق لشافيق شنقريحة وكان قال لشافيق شنقريحة طمن الوالد ساعد شنقريحة قائد الجيش بانني راح نجيب لك باللقاسير يعني شنقريحة يريد ان يأتي باللقاسير حيا او ميتا فكان بونويرا هذه هي الفرصة اللي اقتنمها باش يقول له عطني تليفون باش نتكلم مع باللقاسير او صاحبي ونجيبو لك لكن طبعا بونويرا تلعب بهم وخرجت الفيديوهات كما تعرفون هذا من بين لكن مش هذه فقط لما لما خرجت القضية وكبرت خرجوا نزار واللي معاه داروا داروا احتجاجات يعني فهموا بان هذا الكامل في 2011-2012 فهموا بان اذا فتح هذا الملف ونزار قال لهم انا اذا رحت من رحش وحدي فهموا ان الجنرال الجنرالات اللي شاركوا في التسعينات خاصة اللي كانوا في المناصب قيادية فهموا بان رؤوسهم كلها في اللعب فهموا بان رؤوسهم هاي بتسعينا 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 خالد نزار في سويس ونزار كان خالد نزار كان خالد نزار كان ونظار كان هذا صلاح اليوبي ونبعد جايبين المواقعي المواقعين اللي واقعوا معاه قرر لكم فقط 10 أو 12 نسم لكي لا تضيعوا الوقت كانت كثير من حوالي مئتين مواقع السينياتير هذه كانت في 15 دسمبر 2011 الوثيقة هم السينياتير تبدأ من هنا السينياتير وهذا يلقى هذه الأوراق هي تلك السينياتير ليلى عسلاوي أنسية ماجسترة أنسية منيستر أنسية سيناتر إكريمة إلى آخر أنيسة بن عامر بسيكولوج بسيكولوج كلينيسي أنسية منيستر أنسية سيناتر علي هارون أنسية ممبر الكنسيئة نشنال لالجيريان دكتور اندرواء أفكار غرياء لأقول سيبرام وكonseي ديتا أنسية منيستر دواء دلان محمد بجاوي أنسية منيستر أنسية منيستر الألجيريان أنسية منيستر أنسية منيستر محمد جغابا أنسية منيستر علي عمار أنسية منيستر راشيد بوجدرة إكريم محمد معرفية جورناليست إكريم كماندو عز الدين أنسية منيستر الكنسيئة نشنال لالجيريان سيناتر ليس بوكرا سوسيولوغ شيرشور إكريم فؤاد بوغانم ديركتور دي كوتيديا نشنال لسوار دالجيري عبد الوهاب جاقوم ديركتور نشنال لانوفير ريبليك باشير مجاهد أنسيئة كادر سيبرير أحمد فتاني ديركتور دي كوتيديا نشنال إكسبرسيو إلى آخره إلى آخره ميلود إبراهيمي أبوكا إلى آخره قائمة طويلة تصل إلى 100 سوف نرى كم عدد الموقعين وهذا كلهم سيدينهم بالتاريخ كيف أنهم وقعوا مع هذا المجرم 177 يعني القائمة آنذاك لما طبيعت كان فيها 177 آخرهم كان زيان بن عطو زيان بن عطو بروفيسور وميدسين زيتوني مسعود بروفيسور وميدسين أنسيان دواين دلافاكيلتي هذا نظن كان طبيب بتفليقة زواوي بن حمادي جورناليس إلى آخره من بين أيضا اللي وقعوا أنا كنت يومها صراحة صدمت لما لقيته خاصة أنه كان سجن يعني حتى خالد نزار هو ليسجنه كان الصحفي سعد بعقبة لكن سعد بعقبة من بعد قال بصراحة لبعض الأصدقاء تلقاهم هكذا وكان معهم في حدث جانبية وأعتقد حتى أنه قالها عالنا فيما بعد قال أنا وقعت لأني كنت أريد أن خالد نزار أو أي جزائر آخر يحاكم في الجزائر وليس خارج الجزائر هو حقيقة هو هذا أملنا يعني أمل أمل جزائريين أنا شخصيا عندما تلقيت الأمر اليوم تلقيت بنوع من الارتياح لأن أخيرا هذا المجرم سيحاكم وهذا سيفتح الباب لمحاكمة المجرمين بغض النظر إذا كانوا من هذا الطرف أو ذاك عسكريين أو غير عسكريين مسؤولين كبارة أو مسؤولين صغار إلى آخره لكن الهدف في الحقيقة لماذا أيضا تلقيت بألم أيضا لأني كنت نتمنى أن يحدث هذا في الجزائر وليس خارج الجزائر طيب خلينا نزيد نكملوا بعض التفاصيل في لما حكموه في أكتوبر 2019 كان هذا بالمناسبة نطلب من شاء الله بعد أن نوضعوه على الصفحة وإذا من يستطيع أن يترجم إلى العربية حتى وربما إلى الإنجليزية يكون جيد هذا هو محضر هذا هو محضر الحوار أو مش حوار تحقيق اللي جرى ما بين القضاة قضاة سويسريين قضاة تحقيق سويسريين وخالب نزار في 35 سؤال 35 سؤال تقريبا ما فيش سؤال واحد ما كذبش في خالب نزار ما فيش سؤال واحد ربما نستثنو سؤالين أو ثلاثة اللي كانوا عاديين يعني حاجات تتعلق بسمنك وكذا البقية كلها إجاباته كانت كاذبة وكان فيها تلاعب وكان فيها خوف مثلا يقول لها احنا ما لديناش دور انا مش أنا اللي قمت بالانقلاب لم يكن انقلاب ومش أنا اللي قمت بالانقلاب إلى آخر مثلا بالإجابات حتى هذه الوثيقة رح نوضعها على صفحة الفيسبوك وعلى تويتر أيضا لكي هذه وثائق تاريخية بضمئة الحال لكي تعرفوا كيفاش يعودوا كالدجاج مبتل أمام الأجانب بالرغم أنهم كانوا طمعنوا أنا ذاك أنه لن يعتقل يعني أنه بعد النقاش هذا يطلقوه ومع ذلك مليئة بالأكذيب مليئة بالأكذيب ومليئة بالمخادعات وكانه كان يظن بأن لهذا الوثيق ما تخرج عموما نحن نوضعه أمام الناس وكل واحد يشوفه هو بعينه كما يريدها لكن قبل أن أمضي إلى بعض الخلاصات حتى لا أطيل عليكم كثيرا خالدنا الزار بطبيعة الحال وإخواننا هم معروفين تعالى الضحايا مثلا هذه هذا النقاش كان في 2011 في رشيد رشيد إلا اللجوء إلى المحاكم الدولية أو المحاكم الأجنبية جميل سيدي مستين هنا في هذا المقطع القصير ما نحبش نطولكم لأن هذا حتى هذا الفيديو إن شاء الله نوضعوها فيما بعد برابط وتشوفوها ربما على راحتكم يشرح رشيد مسلي لماذا لجأ ضحايا الجزائريين إلى قضاء أجنبي لماذا؟ لأن ما يسمى بقانون المصالحة الصادر في 2006 فبرايل 2005 أو 2006 يمنع منعا مطلق أنا أعتقد في المادة 45 والمادة 46 من من فتح الملف قال لك هذه المأساة وطنية ويجب أن نغلقوها والذي يفتح الملف هذا والذي يتكلم عليها يتسجن حتى خمس سنوات طبعا هم يفتحوها متى شاءوا في تلفزيوناتهم خبراءهم وزراءهم ووظفيهم ذبابهم يتكلم عليها كما يشاءوا بالصح لو كان أي واحد يريد أن يساء يقول لك وش سراء أعطونا أعطونا وش سراء في تسعينات يقول له هذه الرواية الرسمية لازم تسمحها حتى لو كان ضد المنطق ضد الحق ضد الحقيقة ضد العدل ضد العدالة مهمش ولو كانت تساءل مثلا أنا ذا كانت تساءل ونقول بله هذا قانون المصالحة كان ظالما مثلا خمس سنين مباشرة يعني كوراني في الجزائر خمس سنين مباشرة للقانون إذا كنت عبد العزيز مجازر ولا كنت وزير تاح ولا تشبدها وتستخدمها وتخوف بها ما عندكش مشكلة لكن إذا طلبت الحقيقة ولذلك نحن طول عمرنا وسنظل نطالب بالحقيقة من فعل ماذا بمن من قتل من عذب من اقتصب من اختال من ارتكب من جازر من من لأنه كونك تصفها هكذا وصف عام بدون تحديد هذه بشر هذو كونجاو حيوانات كونجاو مئتين ألف حيوان والله لو كان وقع مئتين ألف حيوان بطلة في مكان ما لا قامت القيامة ولا تقعد في في العالم تخيلوا مثلا نجي واحد أو نجي بلد بدون سبب يجو أشخاص يقتلوا مئتين ألف بقر ويرموح تقوم القيامة كيف اشتقت البقر واشدروا لك إلى آخره هذا الحم اشعار حاجة مثل هك مئتين ألف خنزير تقوم القيامة مئتين ألف دجاجة تقوم القيامة مئتين ألف جزائري نغلق الملف ما نتكلمش عليه مما يعني أنك تفتح المجال للانتقام تفتح المجال لليأس تفتح المجال لأشياء كثيرة جدا ولذلك الدولة المدنية عندما تقوم تحقق تحقق في هذا الموضوع من فعلى من من فعلى ماذا بمن إذا كان بعد شعب جزائري قرر أن يسامح هذا رأي شعب جزائري قراروا خاصة إذا وقع توافق سياسي ما بين المسيطنين والمغتصبين للسلطة والشعب الجزائري تطبقت المادة السابعة والثامنة وقالوا الجزائرين والله إحنا الآن نريد أن نبني البلاد ولا نعود إلى الماضي ولا نفتح الجراح خلينا نعرف الحقيقة مثلا كم مصر في جنوب إفريقيا نعرف الحقيقة ولكن ليعترف بما فعل سواء كان من هذا الجهة أو من هذا الجهة عسكري أو مش عسكري بوليسي أو مش بوليسي إسلامي أو مش إسلامي خلاص إذا الناس سمحوهم نسمحهم لكن يجب أن تعرف الحقيقة حتى لا تتكرر المآسي والجرائم والكوارث هذه مآسي وجرائم تتكرر عندما لا يعني لما الجراح ما تتعالج يتم تنظيفها وعلاجها ووضع الضمادات وكذا رحل يد أو الجرح هو الموجود أو الرجل أو عزكم الله يخمج إذن يجب تنظيفه وضع المضادات الحيوية مثلا وضع الدواء وضع الضمادات إلى آخر هذا اللي يجب لأنهم اللي ماتوا واختطف وراهم واختطافين فقط ما يقارب عشرين ألف فقط تخيلوا عشرين ألف بشر ناهيك عن اللي قتلوا واختلوا والمجازل وأشياء كثيرة طبعا إحنا الهدف ننظر إلى المستقبل ولكن نتعمل من الماضي حتى لا نرتكب ولا ترتكب كوارث في المستقبل حتى الأجيال تعرف واش صرع حتى الشعب يتعلم واش يعجبني في هذه البلاد كلما حدثت لهم مصيبة يطرحوا السؤال ماذا يمكن نتعلم منها فهذا مهم جدا إذن هما غلقوا الملف كما اسمعته الأخ رشيد مسلي يتكلم قبل عشر سنوات كان في حوار مع غاني مهدي أيام قناة رشاد يقول لأنه ضحايا الجزائريين لم يجدوا طريقا آخرا لأنها أغلقت في وجوههم أغلقت العدالة أغلق القانون أغلق كل شيء وأصبحت هناك رواية رسمية واحدة صدق بها وثيق بها والله أخبط رسك على الحيد ولا رفضتها تدخل للحبس لكن في النهاية قبل ما نروح للنهاية خلني نوري لكم واحد الفيديو تعرف ممكن تكونوا شفتوه من قبل لكن كلما سمعت وكلما شفتو تألمت جدا جدا وهذه شهادة لشخص يرويها بنفسه مهيش بالمناسبة في هذا الكتاب الأخونا الياس العريبي يسمى يسمى كتاب مهم جدا الكاتب وهو اسمه الياس العريبي يتحدث فيه عن السجون كما كانت في التسعينات تحدث به بألم شديد وقد عايشها فأنصح بقراءته لمن يريد أن يعرف بعض ما كان في تلك الفترة اسمعوا إلى هذا باختصار شديد اسمعوا إلى هذه الشهادة وقاليات كتبت معي وقاليات كتبت معي وقاليات كتبت معي وقالي هذا كلام يعني من وراء الكبيرة وقالي بلي تم استئصاد أعضاء كتبت سوريا من الجسم التحي تقدر تحكي لنا كيفاش تم كمية العملية شكرا Wille شكرا ربطوني في ذكي الطبلا واني حولي كل اللörtسة التاعي وطلعوني فو قاليك طبلا أرطوني زادوا أرطوني ما سبحان الله يعني العضو التنسولي ومانيش عارف واحد كيفاش يجبد رابطينها الفو ولا واحد يطلعك وذي يديروا لك حاجة خيط على الكهرباء خيط على الكهرباء خطش مع الاخر خلاوها لاسق لاسقنا اللي نحيده ينزلوني من اليك طابلانا لاسقنا ما سيقضي لك ما سيقضي لك ينزلوني من الرحال وناس عضوها بعض الاحمراء ينزلوني ايضلوني لان الثمان ويضرب باش يقرازه لك ويقول لك بالله ما زيتش هذه التذكير عم نحمد تلمى البطر من الغذوب ذكري التعوى من التعذيب وليكن نشرف على عمل التعذيب لوقت جنرال سابق خار مزار عم نحمد يعني الظروف الصحية تأكدها هذا كان الميرتع مفتاح في ضواحي العاصمة والشهادة طويلة أنا شفت منها على الأقل 14 دقيقة ربما هي أطول لكن الفيديو اللي شفته كان في 14 دقيقة يروي كيف خالد نزارجا شخصيا ولما يجي عنده يقول له لما يناقشوا في البداية في بداية الفيديو ما حبيش نضيع لكم الوقت ربما أيضا هذا الفيديو نضعوه فيما بعد ندروا له رابط تمنى على المساعدة أن يضع له رابط أيضا على الفيسبوك على الأقل وعلى تويتر وعلى تيك توك بالمناسبة رفيه تيك توك حساب تيك توك بأسمي الآن وأيضا حساب إنستغرام يقول له خالد نزار يقول أنا عرفتك اللابس لك أقول يقول لكن أنا كشفت عينيها عرفت وعرفت من الصوت لأنه كان يهضر معاه وبعدين يسأله خالد نزار بعض الأسئلة وبعدين يقول له أنت أحكي لي أنت قصتك وشنو يقول له أنا مجاهد يقول له أنت مجاهد أصحاب مفتاح قاع خوانا وكانوا قاع حركة يعني خالد نزار الحركي رسمي يقول لي مجاهد يقول له أنت حركي وأصحاب مفتاح كانوا وكانوا الحركة هذا شيء قال له أنا دخلتني فرنسا للسجن وعذبوني أيام فرنسا وكنت مجاهد إلى آخرين والآن راكم تعتقلوني يقول له أنتما حركة أصحاب مفتاح ويشرف على تعذيبه إلى درجة أن يقوم بطر سمحوني على عبارة لكن هذه الحقيقة بطر عضو التناسل بطره من جسده تخيله إنسان يعيش بدون جزء من جسده وطبعا عانى التعذيب رهيب وتعرض وشهد خالد نزار تعذيبه شخصين وهذا الشخص ما زال موجود ما زال حي وما زال موجود في مفتاح والناس يعرفوه هناك وهذه الشهادة عندها حوالي عشر سنوات بالمناسبة ليست جديدة يعني باش تعرفوا الجرائم البشعة اللي ارتكبوها هؤلاء من بين الأسئلة لما تسألوا القاضية في هذا 35 سؤال اللي قلت لكم فيما بعد سنضعه أمامكم تقول له مثلا على محمد العماري يقول له محمد العماري مسكين محمد العماري محمد العماري الشهير بأنه كان الوجه القبيح جدا للحرب القادرة يقول له ما يقدرش يقتل حتى واحد محمد العماري هذه التهم باطلة هذه مش صحيحة ويجي فيها حتى الحديث يقول له لا وهذه إجراءات وهذا وراها منش عارفش يكون وإحنا رحنا وتحكمنا مع حبيب سويدية اللي هو اكتب على الحرب القادرة وكله كان كذب وأيضا هذا ملف الحرب القادرة إن شاء الله كاش نهار نفتحوه وأيضا محاكمة الإسرات في باريس في 2002 وقابل ذلك يوم هربوه يوم كانت عندنا منظمة تسمى جيستيسيا يونيفوساليس وكانوا شرفوني إخواني بأن كنت أحد مؤسسيها أيضا معهم وأول عامل قامت به هذه المنظمة أنها استطاعت أنه خالد نزار كان في أفريل أعتقد أفريل الفين واحد كان هناك باش يدي الفيبلي سيتي الوحد الكتاب بتاعه في باريس واستطعنا أن نأتي بضحايا رفع بقضية في باريس وجاءوا باش يعتقلوه لكن السلطات الفرنسية الحكومة الفرنسية يومها تواطعت معه ورحلاته في طائرة خاصة جات من الجزائر وداروا له أوردر ديميسيون على أساسا عنده فاسبورت ديبلوماتيك وأوردر ديميسيون في طواطع ما بين فرنسا والعصابة طواطع شاهير لكن سلك في 2001 لكن في 2011 أتقل في سويسرا وهنا في 2022 وهاهي الآن تبدأ محاكمته طبعا المحاكمة انتعه مش شرط هو سيتواجد في سويسرا ربما لن يخرج أبدا الآن من الجزائر وهذا قد يكون جيد لأننا على قناع أن هذه العصابات ستسقط ومن الجيد أن نجدهم في الجزائر من الجيد أن يجدهم الشعب الجزائري في الجزائر ويحاكمهم أمام قضاة مدنيين عدود في الجزائر لأننا هذا المحاكمة في الخارج هي مثل ذلك المضطر اللي يشرب السم لأنه ما ألقاش له باش يقولوا له هذا السم ممكن يعالجك يشرب السم لكن الأصل أن يحاكموا في الجزائر عند قضاة جزائريين طبعا مش قضاة التالي فون اليوم والحقيقة أن هذه القضية في حد ذاتها تطرح وأنه من هنا أنا ربما تطرحها على كبار جنيرالات لأنه موجودين اليوم من الأحسن لكم أن تجدوا حل مع شعبكم لأن الآن إذا فتحت هذه القضية وعندما تفتح هذه القضية يعني الآن تستطيع سويسرا ومن ورها دول أخرى لأن هذه سويسرا لن تتكلموا على رواندا ولا على تنزانيا ولا على الإمارات ولا على هذا القضاء تتكلموا على قضاء معترف به عالميا معترف به عالميا والدليل أنه رغم الضغطات رغم المشاكل اللوبيات في النهاية وصل الاتهام وصدر الاتهام ربما داروا معهدي يقولوا له سنتهمك لأن هذه الاتهامات ما عندك شوين تروح لكن نسمحوا لك يا عندك يومين نروح أخرج لكن القضية الآن لا تتعلق به شخصيا فقط هو الآن لن يستطيع أن يخرج إلى أوروبا لأنه يعرف أنه سويسرا في أي بلد فيه دولة قانون ستطالب به لمحاكمته لكن الأخطر مش هو كبار الجنيرات الآخرين اللي كانوا إما قاد وعطوا أوامر أو نفذوا الأوامر وبالتالي هذه تعتبر سابقة عالمية وتعتبر باب من أبواب العدالة وإن كنا نأمل أن تحدث العدالة والحقيقة في الجزائر وليس خارجها طبعا نحن كمؤمنين نعرف أن العدالة الحقيقية هي عندما نذهب عند الذي لا يظلم عنده أحد وعند الله يتجتمع الخصوم لكن أيضا يكون من الجميل جدا في هذه الدنيا أن يلقى الظالم يلقى المجرم يلقى الطاغي المتجبر القاتل يلقى جزاؤه هذه بداية وأنا أنصح كبار الجنيرالات أن يجدوا حل مع شعبهم وأن يذهبوا في إطار الاستماع للشعب حتى لا يكونوا مطاردين ومتابعين وخائفين إذا ما خرجوا إلى الخارج من الأحسن لكم فكروا فيها جيدا لو كان بوعز وسيني وقايد صالح وصواب ولا شخم وتبودلات سمعوا لما كنا نقول لهم في 2019 لما كانوا في السجون أو في القبور نحن الآن نقول لكم من الأحسن لكم أن تراجعوا أنفسكم وأن تعودوا إلى رشدكم وأن تسمعوا إلى شعبكم والشعب سيحميكم من أي متابعات خارجية نحن لا نريد أن تتابعكم الدول لكن إذا أصررتم على القمع والقهر والاعتقالات والتعذيب وأصررتم على أن تبقوا سلطة غاشمة ظالمة خائنة فاشلة فطبع الشعب الجزائري ما عندوش الحل إلا أنه يتابعكم ويرفع عليكم القضايا أيضا في الخارج حي الله الحرار في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته